بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابا وطالبات مجددا في سلسلة شروحات مقرر صناعة القرار في الأعمى اليوم بإذن الله سنطبق على الدرسة السابق وهو تقييم العوامل سنتدرب على تقييم العوامل من خلال المثال الذي لديك في المقرر ذكرنا في الدرس السابق أن تقييم العوامل يعتمد على عناصر أساسية أولى هذه العناصر أن نحدد أهم متغيرات القرار كل قرار قد يكون هناك متغير أهم من المتغير الآخر كما ذكرنا في وكالة السفر والسياحة لدينا متغير مدة السفر شكل أكثر من أو 50% من القرار وبالتالي لا بد أن يأخذ الرقم الأكبر في عملية اتخاذ القرار كذلك ذكرنا عدة أمثلة قد حينما نقدم على قراراتنا الشرائية قد يكون لدينا متغير تحديدي أو متغير الأهم هو الذي يحدد أو يفصل في عملية الشراء وهذا لا بد أن يكون له القيمة الأعلى أو القيمة المناسبة لهذه الأهمية هذا ما هو في الخطوة الثانية أو العنصر الثاني حدد القيمة المناسبة كما ذكرنا بتفاوت الأهمية ستتفاوت القيم إذن إذا كان لديك قرار في المنظمة وأوجدت هذه المتغيرات ورتبت من الأهم إلى الأقل أهمية سيأخذ المتغير الأهم هو الدرجة والقيمة الأعلى من قرارك بعد ذلك ستوحد متغيرات إذا كان لديك متغيرات أخرى مثل التكاليف وأسعار أخرى وقد يكون أرقام أخرى لا بد أن توحدها بناء على معادلة معينة لكي يتظهر لديك البيانات بشكل متسق وتستطيع الاستفادة منها في اتخاذ القرار إذن إذن فكر في الخيارات الأخرى لديك خيارات أخرى بمجرد تغير بعض المعطيات بالتأكيد ستأتي خيارات أخرى إذن تفكر فيها حينما تتغير هل ستكون قريبة من القرار أو متغير المهم أم سيحدث اختلاف في الأمر وبالتالي قد تقدم على عملية جديدة في تحديد المتغيرات لدينا الشكل 5 شرط 7 في تحديد القيم هذا مثال وكالة السفر والسياحة لدينا الرحلات التي تقدم هذه الوكالة وجدة والرياض والدمام وأبهى ولدينا التصنيفات من 1 إلى 5 كذلك لدينا المعايير أو المتغيرات مستوى الأنشطة مرافق الاجتماعات ومدة السفر وأخيرا الطقس إذن هذه المتغيرات الأربعة المؤثرة في القرار وكذلك لدينا نوع الرحلات في هذا الشكل إذن هذه الأرقام التي تم بناء على تقييمات العملة من 1 إلى 5 تم إعطاء كل متغير رقم بناء على تقييمات العملة أعطيت جدة أربعة في مستوى النشاط الرياض ثلاثة الدمام اثنان أبهى خمسة في مرافق الاجتماعات تم إعطاء واحد في جدة ثلاثة في الرياض وخمسة في الدمام وأبهى أخيرا أربعة كذلك في مدة السفر تم إعطاء ثلاثة في جدة خمسة في الرياض واحد في الدمام وأثنان في أبهى وأخيرا الطقس كذلك تم إعطاء الدرجات اثنان وخمسة وثلاثة وخمسة في أبهى تصنف أربعة عوامل كل رحلة كما ذكرنا هذه العوامل مستوى النشاط مرافق اجتماعات ومدة السفر والطقس إذن لدي رحلات ولدي عوامل تمت تصنيفها بناء على الرغبات المقدمة من العملاء إذن الآن سنظهر أو سنقوم بعوامل التي تم تقيمها القيمة كما ذكرنا هذه النسب ذكرنا 20% لمستوى النشاط مرافق اجتماعات 10% السفر ذكرنا أنها تشكل 50% في القرار والطقس 20% إذن لا بد أن يكون لديك 100% في هذه الخانة من القرار إذن هذه القيم ستكون بناء على التصنيفات التي تمت من خلال العمل إذن لو نظرنا الآن إلى جدة نود إيجاد القيم القيمة المناسبة وهي الخطوة الثانية نحن نحددنا متغيرات وانهينا متغيرات وهي مستوى الأنشطة مرافق اجتماعات مدة السفر الطقس الآن نود إيجاد القيم المناسبة لكل عامل في كل رحلة لو نظرنا إلى جدة كم ستكون قيمته في مستوى النشط كيف نوجدها لدينا نسبة 20% ولدينا قيمة 4 تم تقييمة بـ 4 إذن سنضرب هذه النسبة بهذا الرقم وبالتالي سيضع لديك 80 وهكذا في بقية المعايير في 10% في 1 إذن 10 50 في 3 وتشكلت لدينا 150 واخر 20 في 2 وهي 40 إذن أصبح لدي الآن قيمة أو تقدير لقيمة رحلة جدة وهو الإجمال 280 درجة كذلك تقوم بالجميع الرحلات بنفس الطريقة الرياض الدمام أبهى بنفس الطريقة ستقوم بضرب النسبة المحددة لكل معيار بالدرجة الأخرى لا بد من استكمال هذه الحسابات وبعد ذلك ستستطيع أن تحدد القيم إذن بهذا الشكل بعد أن تقوم بتعبية هذه المربعات أو هذه الفراغات ستقوم بإكمال اللازم في عملية تحديد القيم لو فرضنا مثلا لكي تتضح الصورة مثلا الطقس بالنسبة للرحة جدة كم سيكون درجته كم سيكون القيمة بالنسبة إذن مقابلها كم الدرجة 20% في درجة الطقس في الرياض في ثلاثة إذن ستقوم بعضية الضرب 20% في ثلاثة إذن ستكون 60 درجة وبهذا الشكل لكي يتضح الأمر بهذا الشكل ستقوم بتعبية جميع الخيارات و بعد ذلك ستظهر لديك قيمة لكل مستوى في كل رحلة نأتي إلى توحيد المتغيرات ذكرنا أن لدينا منظم رحلات في الرياض ونبحث عن منظم ووجدنا كما ذكرنا في المثال الدرس السابق أن لدينا خمس منظمين الأعلى يتقاضى 50 ريال والأدنى يتقاضى 10 ريال إذن لابد أن نوحد هذه المتغيرات أو هذه القيم لكي أستطيع اتخاذ قرار إذن رسومة الإضافية وهي للرحلات أو تنظيم الرحلات لدي الأعلى وهو 50 ولديه 40 25 و20 و10 ريال إذن لابد أن أقسم كيف أقوم بتوحيدها لابد أن أقسم كل هذه القيم على القيمة الأعلى أو الموجودة في B4 وهي 50 ريال إذن سأقسم 40 على 50 سأقسم 25 على 50 ريال سأقسم أيضا 20 في 4 في رقم 4 على 50 كذلك أخيرا الخامس 10 ريال تقسم على 50 لماذا؟ لكي أوحد هذه التكاليف أو هذه الرسوم أصبح لدي 1 مقابل الخمسون لأن لأن قسمنا 50 على 50 وبالتالي أصبح دينا 1 بعد ذلك 40 وهكذا بهذه القيم تباعا وتصل إلى 10 وهو 0.2 بهذا تكون وحد الرسوم الإضافية فيما يتعلق بمنظم الرحلات وهي الخطوة الثالثة في تقييم العوام كما ذكرنا الرسوم الأعلى هي 50 سعودي في خانة P5 وبالتالي بعد ذلك قسمنا وحدنا هذه القيم تكلفة النقل بنفس الطريقة لو تلاحظ تمت بنفس الطريقة لو تبحث مع عزي الطالب في هذه المربعات أيهم القيمة الأعلى هي في خانة رقم 2 وهي 100 ريال وبالتالي 100 تقسم 100 إذن 1 بعد ذلك تقسم كل رقم على 100 75 على 100 0.75 في المربع الثالث 80 تقسم 100 0.8 وهكذا في رقم 4 أصبحت 0.65 و 5 0.5 وبالتالي الآن وحدنا تكاليف التنقل بهذه الطريقة كل رسوم أو تكاليف توحدها لكي يظهر لديك اتساق في البيانات أيضا نقامة فندقي الفرد بنفس الطريقة رسوم الأعلى هي 125 في رقم 4 نقوم بتوحيده بقسمة 125 على 125 وبالتالي أصبح لدينا واحد بعد ذلك كل رقم نقسمه على 125 105 تقسيم 125 85 تقسيم 125 كذلك 90 وأخير 80 وبالتالي أصبح لدينا أيضا اتساق في القيم مقارنة الرسوم كذلك بعد أن تتم هذه التوحيد ستقارن القيم إذن رسوم إضافية والتنقل الفنادق تجمع هذه في كل خيار في رقم 1 قمنا بجمعها 50 11 29 بعد أن قمنا بضربها وتوحيدها وبعد ذلك حددنا القيمة لمقارنة العوامل مع بعضها البعض وبذلك نكون عملنا توحيد للمتغيرات وهي الخطوة كما ذكرنا الثالثة في عملية تقييم العوامل إذن مهم جدا أن نوحد لكي تظهر لدينا بيانات متسقة نستطيع من خلال اتخاذ القرار المناسب لنرشادات عن تقييم العوامل ما يجب فعله وما لا يجب فعله ذكرنا متغيرات القرار حدد المتغير القرار الذي له الأثر الأكبر في قراره إذن قد يكون لديك متغيرات مثلا كما ذكرنا في ذلك السابق الطقس يشكل 20% لكن مقارنة بمدد السفر أصبحت 50% وبالتالي أصبحت لها القيمة الأكبر كذلك في قراراتنا حينما اتخذ قرار أو نصر القرار لابد أن نحدد المتغير الأهم بالنسبة لنا لكي نعطيه القيمة التي يستحقه فيما لا يجب فعله لا تجري متغيرات ثانوية للقرار لابد أن تضع المتغيرات المهمة المؤثرة في القرار قد يكون هناك متغيرات لا تؤثر في القرار سواء وجدت أم لم توجد إذن لن تكون في عملية التقيم القيم حدد القيمة لكل متغير مهم في القرار إذن كما ذكرنا بدرجة الأهمية سيكون هناك قيمة خمسون بالمئة لمدة سفر لماذا؟ لأنها أكثر أهمية عشر بالمئة مثلاً للاجتماعات أو مكان الاجتماع لأنها الأقل أهمية وبهذا نكون وضحنا درجة الأهمية من خلال القيم لا تحدد قيمة لكل متغيرات القرار قد كما ذكرنا قد يكون بعض القرار ليست مفيدة وجودها كما هو عدمه وبالتالي لابد أن نستبعدها ولا نعطيها قيمة لأنها لا تمثل شيئاً في القرار توحيد المتغيرات كذلك خذ اختلاف متغيرات في الاعتبار كما ذكرنا وكما طبقنا وحدنا متغيرات للسعر لكي حينما نأخذ هذه البيانات سيكون لديه اتساق في القيم وبعد ذلك نستطيع إيجاد أو نقارن بين العوامل لا تقارن القيم دون توحيدها أولاً حينما نقارن مثلاً عشرة بخمسين ريالات كما هو الحال في تكاليف المنظمين إذن لن تكون لديه بيانات متسخة لا بد أن أقسمه على العدد أو التكاليف الأعلى بعد ذلك كي يكون لديه متغيرات موحدة أستطيع أن أقارن المتغير الأول أو عامل الأول بالعامل الثالث لأن القيم موحدة كما ذكرنا في درس سابق أن لا بد أن نوحد مثلاً وحدة القياس وحدة أيضاً إذا كان لديه عملة كذلك نوحد العملات عفواً مثلاً الدولار أو الريال لا بد أن نوحدها وأقيسها بنفس العمل في نهاية هذا الدرس دعونا نجيب على هذه التساؤلات كيف يمكنك تحديد أهمية كل متغير في القرار؟ كيف يمكنك تحديد أهمية كل متغير في القرار؟ تحديد قيمة مناسبة؟ تحويل قيمة نفس التنسيق؟ أم استخدام أحد المتغيرات؟ كثابة في النموذج؟ وأخيراً توحيد قيم المتغيرات؟ كيف يمكنك تحديد الأهمية؟ كما ذكرنا لا بد أن تحدد أو تعكس هذه الأهمية على قيمة معينة كما ذكرنا في وكاتة سفر السياحة خمسون بالمئة لأن المعيار أو متغير الأهم كيف يمكنك أخذ اختلاف المتغيرات في الاعتبار؟ بإنشاء شجرة القرار أم بتوحيد قيمها أم بإيجاد المتوسط الحسابي والمنوال والوسيط أم بإيجاد الانحراف المعياري؟ كيف يمكنك أخذ اختلافات؟ ذكرنا قد يكون هناك اختلاف في المتغيرات وبالتالي لا بد أن توحدها لكي تستطيع الأخذ بهذه المتغيرات إلى هنا عزيزي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته